مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بيعين عربية الفيديو مات اليوم هو كيف رح أكتب كتابة على الفيديو باحترافية وأيضا رح أصدر الفيديو بصيغات فيركة قبل نؤدي شرح أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو يدعم قناتي بلين بيعين عربية باشتراك و لايك ويفعل زر الجرس حتى يوصل لكل شيء تمنى عندي والجديد على قناتي قناتي اسمها بلين بيعين عربية قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والايفون وشركة الايفون وإيجاد حلول لهذه المشاكل في البداية رح أدخل على تطبيق الانشوت تطبيق مجاني إذا شاهدت الفيديوات وتقدر تشتري تروح الإعلانات وتروح العلامة المائية مع التطبيق وخلي أدخل من داخل التطبيق حتى أكتب على الفيديو رح أحتاج إلى تطبيق منتاج وأنا اخترت تطبيق منتاج الانشوت تطبيق جدا رائع رح أدخل عليه رح أدخل هنا على الفيديو أختار فيديو من الفيديوات وهذا الفيديو راح اختاره اخترت هذا الفيديو مثل ما تشاهدون بالبداية راح تختار حجم الفيديو اللي تريده حتى تنشره اما على الانستجرام او على الفيسبوك او على مثل ما تشاهدون هنا التيك توك وغيرها موجودة الى النهاية فاني اختار هنا هذا الخيار اللي هو راح نشرح على اليوتيوب الشيء الثاني طبعا انا ما اريد انه ادخلكم بهذا ولا لانه ساعتين ما راح نقدر نشرح كامل التطبيق فقط الكتابة ندخل حتى نكتب على الفيديو راح ندخل من الستوديو راح ادخل هنا على الكتابة هذه علامة التي ورح نختار مثلا صباح الخير هنا السطر الثاني اتمنى تكون بخير طبعا هذا اخترت هذا الكلام واكبر بكيفي الان راح تظهر عندي هذه الخيارات اللي بالاسفل الخيار الاول للالوان اللي راح تختارها هذا اللون او هذا اللون اتمنى هذا اللون يعني الشيء اللي عجبك انت تكون فنختار مثلا هذا اللون هذا الخيار الاول بالنسبة الى الالوان الخيار الثاني بالنسبة الى الحدود راح تشاهدون تكبر الحدود ويكون ايضا تقدر تختار اللون لكن انا راح اختار اللون الاسود اللي هو الشيء العام والخيار الثالث الظل تقدر تختار الظل اللي موجود والخيار الرابع الرابع ملصق تقدر تخلي ملصق وتقدر تغير اللون ما للملصق وتقدر ايضا تغيره وتقدر تحثه والخيار الخامس التعتيم وتقدر تعتم وتقدر تخليه اعلى شيء الان خلصنا بالنسبة للكتابة والالوان بالنسبة هذا الخيار اللي راح يظهر قدامكم هذا بحيث انه تكبر والزغر من هنا وتقدر اتعرض الخط وتجيبه تلمه وهنا تقدر تفك بيناتهم وطبعا هذا ما لقيته غير فقط بهذا التطبيق لو رحنا بالأعلى رح تلقي ثلاث خيارات هذا الخيار يمين وسط ويسار جدا رائع هذا التطبيق الان راح اكبرأني على هذا الخيار رح يظهر عندك ايضا بالأخير هذا الخيار هذا الخيار لو كبست عليه رح تظهر عندك دخول وخروج هذا الدخول رح يكون بهذه الصيغة وخروج رح يكون بهذه الصيغة فتبقى انت براحتك او اذا حبيت انه هنا تكبس بهذه الصيغة رح يكون عندك هذي انا تعجبني البندل نسميه بالألماني يعني الهزاز فمثل ما تشاهدون تقدر الوقت تتحكم به وأيضا الوقت اللي يرجع وهذا هو هذا بالنسبة إلى الكتاب على الفيديو وبعض الأشياء اللي نقدر نسويها طبعا تقدر تقصر الوقت تقدر تخليه إلى النهاية الفيديو فرح كل ما يمشي الفيديو رح تشاهدون يوقف ويرجع يتحرك وهكذا شي جدا رائع وطبعا بيعني أدت أشياء مهمة هذا التطبيق الآن بعد ما كملت واللي حاب يعني يستفسر عن أي شيء يقدر يسألني لأن الحمد لله أنا خبرتي طبعا أيضا قبل ما أنهي الفيديو تقدر أيضا نضيف هنا بعض الآيكونات اللي أنا منزلها هاي طبعا مجانية من التطبيق ينطيك إياها تقدر تختار قلب هذه القلوب مثلا نقدر نحطها هنا شوفوا أيضا كل ما يمشي الفيديو راح القلوب تمشي وتعطي قلوب وياها جدا رائع الآن أنا كملت أحب أنه أحظ على الهاتف راح أكبس بالأعلى هنا راح يظهر عندي هذا الخيار هذا هنا الدقة أعليها إلى أربع كي وهنا ستين صورة بالثانية وأعمل حفظ ورح ينحفظ الفيديو طبعا أقدر أضيف له الصوت وأقدر أضيف له أيضا موسيقى جدا رائع هذا التطبيق أتمنى استفاداته من الفيديوهاتي كل من يدخل أمانة على هذا الفيديو يدعم قناتي بلين بعين عربية باشتراكوا لايك ويفعل زر الجرس حتى يوصل لكل شي جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلام أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل قدر التعب اللي دا انتعبه وأنا حاضر لكم ومع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر